من اسطنبول مع دكتور نصر حريري رئيس وفد الهيئة العلية للمفاوضات السورية مساء الخير أهلا بك معنا دكتور نصر إلى أي درجة ممكن أن نقول بأنه أنتم متقاربون مع منصتين قاهرة وموسكو أم نتحدث عن جهد كبير متوقع مساء الخير لك والأخوة المشاهدين طبعا الفترة الماضية شهدت عددا من اللقاءات التقنية في مدينتي جينيف ولوزان بوجود الأمم المتحدة هذه اللقاءات التقنية ناقشت عددا من القضايا وهناك قضايا أخرى لم يتم نقاشها باختصار ما نتحدث عنه اليوم هو موضوع الانتقال السياسي وتحديدا الموقف من مصير بشار الأسد بيان مؤتمر رياض موقف الهيئة العلية للمفاوضات ووفدها التفاوضي هو ضرورة رحيل بشار الأسد منذ بداية المرحلة الانتقالية إذ لا يمكن الحديث عن انتقال السياسي لا يستقيم معنى الانتقال السياسي بوجود بشار الأسد حتى لو كان لأي جزء من المرحلة الانتقالية والقضية الأخرى هي موضوع الإعلان الدستوري لا يمكن الاعتماد على نفس الدستور دستور 2012 الذي نعلم جميعا كيف تمت صناعة هذا الدستور وما هي النواقص والعيوب الكثيرة الموجودة في هذا الدستور وهو الذي يكرس هذه السلطة التي يمارس بها بشار الأسد كل هذه الجرائم التي يقوم بها في سوريا إذن هناك نقطتان رئيسيتان مصير بشار الأسد وموضوع الإعلان الدستوري الذي يجب العمل به منذ بداية المرحلة الانتقالية هي غالبا إضافة إلى جملة من المبادئ والثوابت المتعلقة بالثورة السورية والمنسجمة مع طموحات الشعب السوري ستكون غالبا على جدول أعمال الاجتماع الذي يفترض أن يتم في الرياض والذي كان يفترض بـ 15 شهر بعد بكرة الآن ربما يكون هناك اجتماع مع منصة القاهرة إذ أن منصة موسكو رحبت بهذا اللقاء لكنها ترى أن يكون في جينيف وليس في الرياض نعم يعني أنتم مع منصة القاهرة فقط في الرياض بالنسبة للملفات اللي ذكرت ملفان رئيسان نتحدث عن مصير الأسد وعن الدستور ما المتوقع أن يكون نقطة خلاف بينكم بهذا الموضوع وما الذي يمكن أن يجعل موضوع توحيد المعارضة هذه المرة مختلفا عن غيره يعني كان الحديث كثير سابقا عن موضوع أهمية توحيد المعارضة يعني أول شي حتى نكون دقيقين حتى هذه اللحظة لا يوجد أي حوارات أو أي مفاوضات من أجل موضوع تشكيل وفد واحد ما يتم الحديث هو عنه خلال الفترة الماضية هي لقاءات تقنية من أجل مناقشة قضايا سياسية تدفع وسيد استيفان ديمستورة عبر بصراحة عن هدف اللقاءات التقنية هي دفع العملية السياسية العملية السياسية تبقى محصورة في الوفد التفاوضي للهيئة العلية المفاوضات المواقف التفاوضية هي المستندة على رؤيتنا للحل السياسي وعلى ما تم تقديمه من وثائق ومن مذكرات كمواقف تفاوضية رسمية في الأمم المتحدة لذلك ما يتم نقاشه وهدف الهيئة العلية من الاجتماع الذي دعت إليه هو محاولة نقاش هذه القضايا وهذه البنود وهذه المحددات التي اتفق عليها طيف عريض من قوى الثورة والمعارضة السورية في مؤتمر الرياض من أجل الوصول إلى رؤية سياسية مشتركة تكون دافعا للعملية السياسية صراحة ما يجب الاتفاق عليه هو ما يريده الشعب السوري وهذا ما تم التعبير عنه في هذا المؤتمر لا يمكن اليوم لا يمكن أقول التنازل عن شروط موضوعية لإعطاء معنى حقيقي لعملية الانتقال السياسي لأن الموضوع اليوم ليس موضوع تطيب خواطر أو تنازل من هنا وتنازل من هناك نحن نبحث عن الأسس الموضوعية السليمة التي تؤسس لعملية انتقال سياسي حقيقي يوقف شلال الدماء نعم ويحقق طموحات الشعب السوري وتبدأ به سوريا صفحة جديدة أما إذا ذهبنا إلى نمط مشوه من هذا الانتقال وذهبنا به إلى نمط من أنواط المصالحة مع النظام أو ما يشبه ذلك فأعتقد أن هذا سيشكل تعقيدا أكثر للميدان في سوريا وتعقيدا أكثر كذلك للعملية السياسية ولن نتحدث عن أمن وهدوء واستقرار وسلام إن لم تكن هذه العملية السياسية مبنية على أسوص صحيحة وطبعا نحن نتمسك ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن أهمها القرارين 2118 و2154 ما يجري على الأرض في سوريا ما يجري من خروقات بأوقات الهدن وعمليات التوثيق المستمرة اليوم ديل بونتي تحدثت عن جامعة دلة كافية لإدانة الأسد بجرائم حرب كل هذا كيف سينعكس على اجتماعاتكم إن كان في الرياض أو في جينيف صحيح يعني نحن عندما نتحدث عن رحيل بشار الأسد هذا لا يتعلق بموقف مزاود أو بموقف تنظيري أو موقف بعيد عن الواقع نعم هذا الرجل مسؤول عن استشهاد الآن نقول لا يقل عن خمسمائة ألف لكن غدا عندما تضع الحرب أوزارها سنستنتج ونرى أن العدد أكبر من ذلك بكثير ملايين اللاجئين المشردين ملايين النازحين ملف حقوقي وإنساني مثقل بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد فوجود وصدور هذه الدلائل الجديدة وهذه التهم الجديدة لهذا النظام يجب أن تدخل إلى وعي وإدراك اليوم الدول التي أصبحت تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن بشار الأسد قد يمارس دورا في المرحلة الانتقالية لأنه لو كان المجتمع الدولي يفي بالتزاماته بشكل صحيح يعني يقوم بما عليه من أجل حفظ الأمن والسلام العالميين وحفظ حياة المدنيين مثل هذا المجرم الذي تقدم بحقه كل هذه الأدلة وكل هذه الوثائق مصيره يجب أن يكون مكان واحد هو محكمة الجنايات الدولية وأن يتم اتخاذ العقوبات اللازمة ليس فقط بشأن كل المجرمين الذين ساعدوه في هذه الجرائم المرتكبة منذ ما يقرب من سبع سنوات أنا أشكرك جزيلا دائما على وجودك معنا سيد نصر شكرا من إسطنبول كنت معنا دكتور نصر حريري رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية